موسيقى ايوالا على الجانب لايسر بالخير محمد اسلام على الجانب الايمن وومبا ليونال في الهجوم كرأس حربة ومواجم صريح هذه الكرة الاولى بالنسبة لفريق شباب بلوزداد والمخالفة الاخيرة على ايوالا عنيو النيجيري 24 سنة من جانب تشكيلة شباب بلوزداد في احداثة الشباب دوخاس دين الحارس الثاني حداد معاذ بصوف طلال بكير محمد بورديم عمار رغبة علي مهدي واربيعي ميلوت بينما يغيب عن تشكيلة الشباب ويتواصل غياب الظاهرة الايمن مختار بالخيط طبعا نبيل الكوكي ومدرب الشباب بمساعدة نادر الهبير الثرائي الدونسي بالنسبة لاحتياط فريق شبيبة الصورة حتى ندخل في المباراة وفي وصفي وقائع هذه المقابلة نجد كلا من سعيد اسماعيل ويس محمد امين قائد اسلام مباركي فيصل حامية محمد الامين دوسل يسوى حجامر هذا عن تشكيلة احتياط فريق شبيبة الصورة طبعا كما ذكرت المدرب هو نوردين حوتي مدرب الفريق الرديم هذا هو اسلام بالخير محمد اسلام بالخير احد ابرز عناصر فريق شباب بلوزداد سعيد زكريا في عادة الكرة لمنطقة شباب بلوزداد يرسلها طويلة مباشرة الى الدفاع يستقبلها طبعا كده شعيب تمشي منه لكن دراوي دراوي عند الكرة يطلبها ليونال او ايوة لا ما توصلوش تمشي للتماس دائما لفريق شبيبة الصورة زكريا دراوي في الصورة 29 سنة ابن حسين داي ومن مواليد حسين داي لعب المنتخب الوطني المحلي القلب النابض لمتوسط ميدان فريق شباب بلوزداد تسترجع الكرة بسرعة ميرازيك يرسلها لبوراس مباشرة من هناك يطلبها ايمان بوغرة ايمان بوغرة بالعقب ترجع لبوراس بدوره مباشرة الى بوشار او شعيب كداد يتقدم بها شعيب يفضل عودة للخلف مباشرة لميرازيك ابن عين هرنات كذلك 23 سنة ينطلق بها ايوالا اانيو في الجهة اليسرى لشاب بلوزداد مباشرة لبوراس بوراس يطلبها دراوي ماذا سيفعل ترجع لبوراس من جديد عند بالخير هل سي الحق بها ايمان بوغرة بالتوزيع موجود اوه دفاع في اخر لحظة الدفاع عن طريق عمران محمد في اخر لحظة يخرج الكرة الى التماس بين هذا وذاك طبعا الشباب تنتظره مأمورية يوم 21 هنا بملعب خمسة جوليا الولمبي امام سانداونز الجنوب افريقي في ذهاب دوري ابطال ربع نهاي دوري ابطال افريقيا ويوم 28 هناك بجنوب افريقيا في مباراة القيام بكل التوفيق بحول الله نتمنى للشباب هنا ايوالا 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 اول هداف المباراة ايوالا يباغت شبيبة الصورة والحالة الزكريا سعيدي يتمكن من تسجيل اول الهداف في دقيقة الثامنة والثلاثين في الوقت الذي كنا نتحدث عن مأمورية الشباب قاريا ايوالا يؤمن للشباب ويقرب الشباب خطوة اخرى نحو الاحتفاظ باللقب نشاهد الاعادة الترويذ الجميل التموقع الرائع فتح الروق بطريقة ممتازة والمباغة بالرجل اليسرى حقيقة ايوالا مباغته مزعج حينما يأتي من الخلف شوف لعادة في هفوة وفي غفلة من دفاع شبيبة الصورة 1-0 لشباب روزداد عن طريق انيو ايوالا 24 سنة هذا اللعب النيجيري حقيقة 1-0 ايوالا في المرة الاولى سدد في المرة الثانية ما هذا الكرة وفي الثالثة وضعها في الشباك طبعا ايوالا هدف الخامس له صفيان في هذا الموسم وهو الهدف الثاني لشباب بلوزداد طبعا ثاني الهدفين من جانبي فريق شباب بلوزداد هذا الموسم طبعا بكير هو هدف الفريق لحد الان بستة اهداف يليه بوردين بخمسة اهداف الى جانبي ايوالا الذي اختحق ببوردين في مباراة اليوم حارس مرمى فريق شبيبة الصورة سعيد زكريا يعيد الكرة مباشرة الى الدفاع الذي يجد صعوبة في خرج الكرة امام تمركز عناصر شباب بلوزداد وامام حرصتهم الفردية لكل لعب تمشي الكرة وتصل من هناك عن طريق سادي وحاول المرور بهذه الكرة اطلاق دخول بالكرة ولكن فسترجع بالوزدادية دائما التبادلات بوراس حاول تمويه ترجع الكرة بالمطرش حاول المرور أو ملل بن عمر حاول المرور بالكرة تحصل على الخطأ من بعد حوالي 30 متر ملل بن عمر ساحب المراوغات الحاسمة والبارعة طبعا ملل بن عمر أمام ميرازيك حسام الدين في صورة تأكس الروح الرياضية العالية في آتي المباراة كندوز أليكسيس يحاول تأمين الجدار الدفاعي ويحاول تنظيم وضبط الأمور قبل تنفيذ الكرة ستكون الأكيد من ملل بن عمر المتخصص في الكرة الثابتة الدقيقة الرابعة والخمسين من زمن المباراة كرة يبدو أنها تحمل نوعا من الخطورة على مرمى عليكسيس قندوز هنا ملل بن عمر ملل في التنفيذ مصطفى غربال سيعطيه شرط التنفيذ أربعة لاعبين في الجدار الدفاعي من جانب شباب الوزداد ملل بن عمر لم تكن بعيدة كثيرا عن مرمى عليكسيس قندوز سادي من جديد اسماعيل ويس في أول لمس للكرة ما يتمكش منها هل امتلقى من إيوالا في الجاتير يسرى إيوالا ماذا سيفعل بالكرة إيوالا يوزحها المتابعة من هناك ولكن الحقش عليها دراوي وكذلك وامبال الحق عليها دراوي في الأخير هل سيوزح يتمكن من توزيع الكرة يتميه فضل عودة للخلف لرغبة من هناك المحاولة من تبقى لإيوالا إيوالا المرأوغة من إيوالا تبقى لرغبة داخل المنطقة حقيقة فرصة أو سلسلة من الفرص على شباب بن أزداد تبقى الكرة وشعار المحاولة من بعيد وسعيد في مثلاته الكرات يتعلق خطأ لشبيبة الصورة ملال بن عمر أمام هذه الكرة طبعا لعبين اثنين من جانب شبيبة الصورة سعدي وملال سعدي وملال بن عمر سعدي اسماعيل طبعا البديل في تنفيذ هذا الخطأ وهذه الكرة الثابتة والجدار الدفاعي من جانبي فريق شبيبة بلوزداد جدوز أليكسيس طبعا يضبط الأمور في الدقيقة الخامسة والسبعين التي دخلناها الآن بالتحديد الخطأ من جانبي فريق شبيبة الصورة يترك الأمور يترك الأمور طبعا لفريق لملال بن عمر الذي سينفذ الخطأ من بعد حوالي خمسة عشرين متر ملي صالح فريق شبيبة الصورة الدقيقة الخمسة والسبعون طبعا الجدار الدفاعي مكون من خمسة وستة لعبين ملال بن عمر ينفذ الكرة ولكن بعيدة ملال بن عمر كرة بعيدة والركنية دائما لصالح فريق شبيبة الصورة وملال بن عمر خلف الكرة الثابتة جهة سعيد إسماعيل ولكن يفضل إرسال الكرة ناحية الإطار من دون جديد في الخلف كرامبوراس بيعي طبعا هو رقم خمسة وعشرين رغبة ما زال في دكة البودالع مشاهدين الأكارم ترجع لربيعي ميلود ربيعي عنده الكرة يستطيع يبحث عن بوغر ولكن زايتري يتمكن منها ترجع لربيعي من جديد دروي عنده الكرة دروي ماذا سيفعل بالكرة دروي لأيمن لأكرامبوراس بوغر لدف الثاني لشباب بلوزداد هدف قتل المباراة من أيمن بوغر أيمن بوغر فعل كل شيء في أتي المباراة وتمكن في الأخير على أن يبسم على حضون في أتي المباراة بهدف ثاني لشباب بلوزداد حقيقة تحرك كثيرا خلق العديد من الفرص التهديفية وفي الأخير تمكن من التواجد ومن التسجيل تسجيل حضوره طبعا في أتي المباراة هنا التسديدة الجميلة في القائم الأيمن ثم في القائم الأيسر وهدف ثاني لشباب بلوزداد هدف قتل المباراة وتأمين النقاط الثلاث هنا في ملعب خمسة جوليا الأولمبي باليسرى بعدما حاول باليمنى ثلين مقابل سفر لشباب بلوزداد أمام شبيبة الصورة والشباب يحسموا النقاط الثلاث طبل خمس دقائق من نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة حقيقة أيمن بوغر تمكن في النهاية من توقيع هدفه هذا اللعب الشاب ابن أكاديمية تاتيتيك بارادو خمسة وعشرين سنة قدم مردودا كبيرا على الجهة اليمنى وأنهاه بمسك ختام بهدف ثاني لشباب بلوزداد في هذه المباراة